بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله في بارت 9 هناخد نوع جديد من Physical Stabilization اللي هو Soil Bitumenius Stabilization وده في شابتر 7 من Soil Stabilization Methods من Course Soil Stabilization الخاص بالمستوى العاشر في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية Soil Bitumenius Stabilization The basic principles of this civilization are water proofing and pending يعني المبدأ الأساسي عشان نستخدم ال Bitumenius Stabilization ده محتاجين ان احنا عايزين نعمل منع للمية By water proofing in heart strength and other properties could be retained طبعا طالما تقللت المية أكيد اللي هيحصل اللي سترينس ما لها هتزيد والخواص بتاعة السويل هتتغير Most commonly used materials are cut pack and emulation ده اللي هي المaterial المستخدمة في ال Bitumenius Stabilization ال Bitumen Stabilized Layer يعني طبقة المثبتة بال Bitumen May be used as sub-pays والpays زي البرزبط الليم اللي تكلمنا عليه قبل كده والأسمنت course for all roads لكل الطرق Any inorganic soil يعني أي طربة غير عضوية which can be mixed with asphalt اللي هي ممكن تتفاعل مع الأسفل is suitable for bitumenius mean stabilization يعني لو أي مواد غير عضوية اللي هي ممكن تدخلط مع الأسفل دي تعتبر مناسبة لهذا النوع من التثبيت في ال Cohesionless Soil يعني الطربة ال Cohesionless زي السن Asphalts Pends the Soil Particles Together and Service as Pending Agent بقيت عامل شغال معايا Pending لو بس الكلام ده في الصويل أنهي اللي هي ال Cohesionless Soil أما في ال Cohesive Soils أو الطربة اللي هي المتمسكة زي الكلي Asphalts protects the soil by plugging its voids and the water proofing it يعني بيحصل أن المية بتتمنع أو بتقف It helps to maintain low mature content بقى عندي الموتure content أو المحتوى المائي قليل and to increase in peering capacity طالما أن الموتure content قلت أنها هيحصل الpeering capacity بتاعة الصويل هتزيد وقاومتها هتزيد وده تعتبر من الخواص المطلوبة في تثبيت الصويل بالA بالبتومين The amount of بتومين طب احنا دلوقتي عايزين نحط بتومين هنحط قدي The amount of بتومين Required varies between من أربعة لسبعة في المية باي ويد It is effective in supplicing sandy soils having little or no fines يعني أنا لو عندي sand والساند ده ما فيوش إيه ما فيوش ولا طربة نعمة أو فيه بس شوية صغيرين الصويل بتومينز تعتبر effective methods أو طريقة مؤثرة تصلح لهذه النوع من الصويل أما الكوهيز الصويل with plasticity index أقل من 20 liquid limit أقل من 40 can be stabilized يعني ممكن استخدمها على أساس أن plasticity index تبقى صغيرة ويعني ما فيش عندي لدون للصويل فممكن استخدم البتومين ما فيش أي مشكلة plastic clays cannot be probably treated طبعا طبعا أنا عندي طين والطين ده لدن لا لن تصلح هذه الطريقة لعمل soil stabilization لها أو تحسين لها ل because of mixing problems and large quantity of asphalt is required عشان أعرف أخلط الكري دوت مع البتومين أو مع الأسفل عشان نخلطه كويس جدا هتحتاج كميات كبيرة جدا من الأسفل عشان أقدر أخلطها والخلط يطلع مظبوط فمش هتبقى effective في الحالة دي يعني لو أنا عندي طربة نعمة والPH بتاعتها عالي جدا ماشي والأملاح المدابة اللي فيها كبيرة دي مش هتتجاوب أو مش هيبقى ليها رد دفاع لاستخدام البيتومينيوس في في تثبيت هذا النوع من الصين شكرا موسيقى